قرأتها بعد صلاة الفجر مباشرة أو قبل صلاة المغرب والدعاء بها يحقق الله عز وجل لك ما أردت وخير ما يتعالج بين الإنسان ويتقرب بين الإنسان من الله جل وعلا ويفرج الله عز وجل عنه به هو القرآن الكريم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن طب اللعزه من الاثنين فعليه بالقرآن لذلك بعض الأشخاص كان بينهم وبين أهلهم خلافات ومشاكل وقربات ومحن فبمجرد قرآن هذه الصورة فرج الله عنهم هذه القربات والبعض الآخر ربما أنه خفر أمواله وخسر فتجرته وأصبحت الدنيا كلها معقدة معاه وأصبح أنه يفقد أولاده فيعوضه الله عز وجل بما أراد بعد قراءة هذه الصورة والبعض الآخر مر بقربات ومضايقات وديون ففرج الله عز وجل عنهم بقرآة هذه الصورة هذه الصورة هي من الصور المباركة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيها دعوة ما دع الله عز وجل بها أحد من عباده إلا استجاب الله عز وجل له دعاءه وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا على الأنبياء قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ أمرنا الله عز وجل هو الكريم أننا نقتفي أثر الأنبياء وأن دولتهم السادة وأننا سبحان الله كعباد صالحين نمشي على خطى الأنبياء هم السادة فاقتدي بهداهم وامشي على خطاهم تنال ما أردت وزيادة سورة الاستجابة ورد فيها أدعية كثيرة جدا لجميع الأنبياء وهذه الأدعية ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن أي حد يدعو بها يستجيب له الله عز وجل فهو الكريم فلو أنت عندك يعني سبحان الله محروم من الذرية ويعني سبحان الله نفسك في ولد صالح فما الذي يمنعك أن تتأسى بهذه الصورة وتقرأ دعاء زكريا عليه السلام بل أنت أساسا مش محتاج أنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى لما تقرأ هذه الصورة أو تقص المسألة بتاعتك أو أنك أنت تقول يا ربنا محتاج كذا لأن الله مطلع عليك ولكن أمر الله بالدعاء فبمجرد ما تقرأ هذه الصورة وانت عندك قرب أو مشكلة أو أي محنة من المحن حتى لو كنت سبحان الله تنسى أو كثير النسيان فلما تقرأ هذه الصورة تجد أن الله عز وجل هو من يعلمك ويذكرك لأن فيها كل الدعوات التي تتمنها من أسماء هذه الصورة التي وردت بالتوقيف في القرآن الكريم هي صورة الأنبياء وسبحان الله سميت بصورة الاستجابة لأن سبحان الله ما فيهاش آية من الآيات التي دعا فيها نبي من الأنبياء الله عز وجل بدعوة إلا قال الله عز وجل فاستجبنا له ومن أعجاب هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالكفار ذات مرة وقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خاردون طبعا الكفار يعني سبحان الله لما سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم اشتاطوا غضب وأرادوا أن يضروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فلم يستطيع أي واحد منهم أن يمسه بأي ضر وربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنك ادعي واغبرهم إن الأرض دي تيرفاه العباد الصالحين وأنا عارف أن كل شخص يعني سبحان الله بيسمعني هو عبد صالح لأنك أنت يعني سبحان الله لو مش عبد صالح ما كنتش هتبحث إزاي أنك أنت تدعى ربنا سبحانه وتعالى أو إن القرب والمشكلة اللي موجودة عندك دية علاكها في ذكر الله جل وعلا فما كنتش يعني سبحان الله هتسمع المقطع ده إلا إذا كنت يعني سبحان الله لديك حاجة أو لديك رغبة إذن يا أخي الكريم لما تفتح سورة الأنبياء أنا عايزك أنك أنت تكون على وضوء ولما أنت تتوضى حاول أنك أنت تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على حاجتك قبل أن تسأل الله عن هذه الحاجة ممكن يعني سبحان الله تقرأ السورة دي مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو تقرأها مرة وحدة أو كرر لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب اللي بيلح عليه بالدعاء أنت لما تيجي تسأل حد من العباد يغضب أنك أنت لو سألت أكثر من مرة ولكن الله عز وجل يسعد بإلحاحك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل فانتصبر وفي أشخاص كثيرة جدا جربوا كراءة هذه الصورة وسبحان الله حقت لهم ما تمنوا وزيادة وأتمنى من كل شخص بإسماني الآن قرأ سورة الأنبياء ثم دعا الله عز وجل بأي دعوة من الدعوات المباركات التي وردت في هذه الصورة وحققها الله عز وجل أن يكتف في التعليقات حتى يعني سبحان الله كل إنسان متباطئ ويقولك يعني لم ترد ولا كذا دي أمور يعني سبحان الله اشتهدية في العبادة المسألة أن يعني سبحان الله أنت بعيد عن كتاب الله جل وعلا فما الذي يمنعك أن تقرأ الكرآن اللي بيقرأ الكرآن حيوصي لك يعني سبحان الله في كل سورة وقفات وأدعية ويعني رجاء من الله جل وعلا وخوف من الله جل وعلا وأدعيك تقرأها كذا يعني سبحان الله بدون ما تشعر ولعل الله عز وجل يستجيب لدعوة من هذه الدعوات أول حاجة لو أنت يعني سبحان الله عندك خلافات ومشاكل مع أهلك وعندك يعني سبحان الله مظالم معهم فتذكر نوح عليه السلام لما قومه قالوا له لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يعني هنكتلك تمام؟ قال ربي ينجيني وأهلي مما يعملون فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فنجيناه وأهله في الفلك المشهود فإيه اللي يمنعك أنك أنت لما تجح في ظن أو تجح في مشكلة تقرأ قصة سعيدنا نوح في هذه السورة وتقول ربي إني مغلوب فانتصر يا رب أنا مغلوب فانصرني لو أنت عندك مثلا مشكلة النسيان وعدم الفهم أو إن ابنك يعني سبحان الله فهم وقليل أو إن يعني سبحان الله الشيطان مستحوذ على راسه فيحس إنه مشتت أو إنك أنت مش عارف تأخذ قرار في أي شيء أو مش عارف إنك أنت يعني سبحان الله خافت الظلم في حكمه معين عايز إنك أنت تحكم بإنحاجة معينة وخاف إنك أنت ما تأخذش قرار فابت فيها ليأكل لك في داود وسليمان أسوة حسنة في هذه السورة ربنا جال عنهم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وللهم كما فهمت سليمان فهمني يا من علمت داود علمني ودعى ربنا سبحانه وتعالى بذلك عايز علم ربنا حديك العلم وربنا سبحانه وتعالى عطيها واسعة كذلك أيضا يعني سبحان الله كل إنسان يعني فقد ماله فقد تجارته خاصة خسارة شريدة جدا معتش عنده أموال يتذكر أيوب عليه السلام لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله وأيوب إذ ناذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يعني دا ذكرى لكل عبد صالح يعني لو هو خسر أي شيء يعرف أن ربنا سيعوض بالشيء دا وربنا سبحانه وتعالى ذكر إسماعيل وذكر يعني وإسماعيل واليسعى ويونس والوت وكل فنددنا على العالمين وربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء جميعهم ثم بعد ذلك تكلم عن يونس عليه السلام دعوة يونس سعد بن نبي وقص سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في القرآن دعوة ما دعا بها عبد مؤمن إلا استجاب الله عز وجل لدعائي فهنا سعد بن نبي وقص يعني سبحان الله يدخل أعرابي فيقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسعد بن نبي وقص بعد ما يمشي النبي خلف منه فيقول له أبو أسحاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم يا رسول الله قال ما حاجتك قال له يا رسول أنا سمعتك بتقول إن في دعوة ما دعا بها عبد إلا استجاب الله له فما هي الدعوة قال دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شوف ربنا بيقول فاستجبنا له ونجيناه من الغن وكذلك ننجي المؤمنين أنت مؤمن ولا مش مؤمن طيب عيز زرية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويعني سبحان الله زكريا إذن هذا ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه عندك مشكلة مع زوجك اقرأ الصورة وادع ربنا إن ربنا سلح زوجك عندك عدم ذرية ادعى ربنا بذلك قال الله عز وجل أولئك الذين هذا الله فبيهدى ومقتله صورة الاستجابة أو صورة الأنبياء قرأتها مرة واحدة بس في الصباح أو مرة في المساء وادع الله بحاجتك تقضى لك بإذن رب العالمين فلا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم والكافرون المقطع ذا لو عجبك دوسلاك وعمل مشاركة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته